اشتركوا في القناة اداء الفني اللي تغير وتحول واصبح فريق الطاق والمياه هو المسيطر والولى الواصل اولا اللي شباك فريق السانتوس اول شي بسم الله رحمن الرحيم ثاني شي مبروك لان الفوتس وهار لك للخصم مجرأة الانبراء الشطة الاول ما لعبنا كورة نظيفة الصراحة الشطة الثانية عدنا وغيرنا ولعبنا كورة نظيفة طبعا الغيابات اللي كانت موجودة بالنسبة لفريق الطاق والمياه في دور المجموعات كانت مؤثرة حقيقة ولكن تابعنا في الجولة الاخيرة والان يعني اكتمال الصفوف وجود المحترفين اثر بشكل ايجابي على الفريق اللي يكون يعني وصوله الى المرمى بشكل سهل جدا في المباريات اول شي اقوله ما يغيب اي عمصر كلهم موجودين فيهم الخير والبركة حلو وثاني شي الموجود بيعطي كل ما عنده يعطيك العافية كابتن والف مبروك لكم نتمنى لك ان شاء الله التوفيق ونباريك لك على الجائزة الفردية الله يسعدك وسعد ايامك يا حبيبي شكرا